نحو مئة حالة وفاة وإصابة سجلتها إحصائية رسمية حديثة لحوادث السير في مأرب خلال عام ونصف كأعلى نسبة مقارنة بمناطق محررة أخرى نتيجة السرعة الزائدة إضافة لعدم التزام سائقي المركبات بإرشادات السلامة وقواعدها المهنية المتبعة بالأنظمة المرورية أولا مارب اشتقبلت جميع الناجحين أو بالأخص الأكثر من الناجحين طبعا الأكثر منهم اشتلم لهم مبالغ مرتبات أو ذا وأتى إلى مارب واشترى باص أكثر الحوادث وهي الارتكاب شائقين الباصات وشغير السن لعدم معرفتهم بقواعد وأداب المرور توضح جهات الاقتصاص هنا أن معظم الحوادث ومخالفاتها شهدها الخط الدولي فضلا عن مخالفات شبه يومية بشوارع رئيسية وفرعية على مداخل المدينة وقلبها حيث الزحام يصل ذروته بظل محاولات شرطة السير المتواضعة بخططها وإمكاناتها البسيطة لتبدو عاجزة عن حلحلة تحديات السير وإشكالات دخلنا الطرقات في الخطوط الرئيسية التي صرح بها الأخ نائب إسميس القيادة الرئاسي بفتح الطرقات الإزفلتية التي مؤدي من إلى المحافظات التي تحت سيطرة الماليشيات إلا أن الأسف الشديد لم يحدث هناك سجابة من الطرف الآخر وبالتالي تأتي عن طريقة صحاري وهناك حوادث كثيرة ومؤلمة تسير تفاصيل أسبوع المرور بأنشطته التوعوية متعددة الوسائل وسط دعوات للجهات الرسمية والمجتمعية بتكثيف جهودها وتفعيل إجراءاتها تصحيحا لتوجهات الحركة وتطويرا لآلياتها للحد من نسب الحوادث بخسائرها البشرية والمادية المتزايدة من عام لآخر توعوية آنية بقواعد السير وأنظمته متزامنة مع فعاليات أسبوع المرور العربي ضمن أنشطة سنوية تهدف أدبياتها لتكليل الحوادث بخسائرها في مدينة سجلت نسبة أعلى مقارنة بمناطق محررة أخرى خليل الطويل قناة بلقيس مأرب